السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير أنا على اشتري من بره والرغيف منه بخمسين جنيه عشان أغديهم محتاجة خمسمائة جنيه فتعالوا شوفوا أنا عملتوا إزاي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش لازم اللحمة عملناه كمان بفريح يلا بينا على بركة الله نسمى الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو عايز أقول لكم إن بالضبط بالضبط كمية اللحمة بيكون قدها كمية بصل وفلفل تمام؟ يعني هتستخدمي سيدر فرخة لو هتوزنيه على الميزان هيتطلع معاكي مثلا في حدود 300 جرام أو 400 جرام هنحط قبال وبصل وفلفل فأنا هنا حطيت بصلتين كبار وفلفل بارد على حراء زي ما انتوا شايفين وكل ده هفرموا في الكابة معايا ناعم في الكابة كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده مع بعضنا بالنسبة بقى لحباوش الفراخ يا جمعة بيكون بجد أطعم وألزب كتير من حباوش اللحمة يعني جربيه ما تحكميش عليه إلا لما تجربيه بجد تحفى وموفر واقتصادي وسهل وطريقته في البيت كلها مش هتحتاجي حتى أن انت تخرجي تفرميه عند الجزار ولا أي حاجة طريقة تسوية مفيش أسهل منها وبجد طعمه بجد تحفى 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 حاجة كده تبارك الرحمن ما شاء الله هنا بعد ما فرمت البصل والفلفل هقولك هنا على إضافة عشان تخليه اكتصادي أكتر ومش هيبان خالص في الطعم بطاطسايا صغانطوطة كده بتقشريها وتقطعيها بالشكل ده وتفرميها في الكبه ويا الخضار ممكن تضيفي بطاطسايا هقولك على إضافات أها وممكن كمان تضيفي نص كباية من البرغل تكون ينقعها قبل كده يعني الإضافتين دول مش بيغيروا خالص في طعم حباوش الفراخ ولكن بيدوها إضافة بيزود الكمية وكمان بيكون الطعم يعني مندمج كده ويا الفراخ انتوا عارفين البطاطس بتليق جدا ويا الفراخ واللحمة فبجد مش هتفرق معنا خالص في أي حاجة يعني لا في الطعم ولا في أي حاجة انت هتحس إن كلها فراخ بس فدي كمية الخضار اللي أنا فرمتها بصل وبطاطس وفلفل أخضر وفلفل حرق تمام دي كمية هوا بالمية بتاعته مش هنصفيه ولا أي حاجة الخضار بميته كده على طول فيه حط نبقى فضي نفس نية كده وبعد كده هفرم برضو في نفس الكبه صدور الفراخ بتاعتي تمام يعني مش هحتاج أدوات كتير ولا حاجة شايفين فرمت صدور الفراخ لتحسيها إن هي طلعت مطحونة معاك كده بالشكل ده أهو زي ما احنا شايفين كمية الفراخ إدها بالضبط كمية خضار تمام تمام هنا بقى إن احنا هنزبط الملح والتوابل بتاعتنا بس ما ننساش أهم حاجة للحواشي هي معلقة كبيرة من هادية الشطة هادية الشطة دي بتكون عبارة عن فلفل وتومة يا جماعة مفرمين مع بعض طب لو مش متوفرة عندك عادي بتتأشري فصين توم وتفرمهم ويا الخضار اللي احنا فرمناه تمام لإن أصلا حواشي برضو بيحب التحبيشة بتاعت التوم دي إضافة التوم دي بتفرق معاه وبتنقله نقلة تانية خالص بعد كده بزبط ملح بحط شوية فلفل أصمر معلقة كبيرة حلوة كده بحط كمون طبعا علشان كمية البصل اللي احنا استخدمناها وكمان بتحطي كسبرة جافة بتحطي شطة أو بابريكا أنا اعتمدت بقى خلاص على الفلفل الحر اللي أنا حطيته فهحط هنا بابريكا بس وطبعا معلقة كبيرة من الجنزبيل أكيد ما ننساش قرفة ولو أنت بقى بتحبي تلخصي على نفسك الحوارات دي كلها بتجيبي بهرات حبوشي من عند العطار ده طبعا أنا هنا ضفت كده حبهان مطحون تمام بحبي جدا إضافة الحبهان المطحون أو اللوري المطحون أو القرنفل المطحون ويا التحبيشة بتاعت الحبوشي وحاجات كتير باعتمدها عندي في المطبخ هنا بقى بنقلب الحبوشي والخضار بأيدينا بالشكل ده لمينا العجينة زي ما نشايفين كده تقدر إن انت تسيبيها نص ساعة ترتاح أو حاجة عايزة تشتغل على طول برحتك خالص أنا دخلها التلاجة كده نص ساعة تلت ساعة وبعدين هبدأ أشتغل هنا جبت العيش بتاع الحبوشي بتاعنا ده بيكون أي فرن عيش بيبيع عيش الحبوشي بيطلعه لك نص سوى بالشكل ده يعني مش بيكون متحمر أبدا تمام ده عيش الحبوشي وأنا هنا مستخدمة عيش الردة تمام كده بيكون صحي أكتر وكمان تحس كده إن الرغيف بيكون تخين شوية محمل فبيستحمل معاك بتحمريه برحتك بقى ما بيكون شرؤية وبيقرمش بسرعة كده تحس إن الرغيف نقشف لا بيبقى طعم حلو يا جماعة بجد العيش ده تمام هنا جبت بقى كمية عيش 8 أرغيفة بعشرة جنيه سواء بقى أنا عملت معاك وقبل كده حاوش كتير بالعجين فحبيت النهاردة إنه يكون سريع سريع كده إنه طبعا تعارفين يوم الجمعة بيكون اليوم قصير جدا فلازمة تعملي الأكلة تكون لذيذة وحلوة وطعمة وكل بيحبها وفي نفس الوقت تكون سريعة تاخدش مننا وقت خالص تمام بتحطي بقى كمية كده من الحاوشي الفراخ خلطة اللي احنا جهزناها جوه الرغيف كده ويتزبطيها بإيدك بالشكل ده بتفتحي الرغيف للنص بالشكل ده تحطي فيه كمية الحاوشي زي ما احنا شايفين طبعا بتاخد كمية حلوة معطبة درق أكيد مش زي بتاع الجزارين أو بتاع محلات الحاوشي إنتي في بيتك طبعا بتتوصي بحاجتك جير كده وكده صدقيني بيكون طعمها حلو جدا ونضفة من إيدي كيست الكل بتبقى مخلية تعمل حاجة تحفة خلصت حشو كل الأرغيفة بعد كده بجيب صاق بديله دهنة من السمنة زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده بديل الصاق بتاعي دهنة من السمنة بالشكل ده وبجيب الأرغيفة بتاعتي ورصها جنب بعضها تمام بعد ما بحطها كده بالشكل ده بده نوش الأرغيفة كلها تاني بالسمنة طبعا حاوشي الفراخ ما فيهوش دهون كتير زي حاوشي اللحمة فإحنا طبعا بنعوض الدهون دي بإن إحنا بندهن سمنة أو زبدة على وش الريف كده بالشكل ده تمام طبعا هنا مستخدمة سمنة بلدي يا جماعة براحتك بقى أنت وحسب سمنة اللي موجودة عندك مش هتفرق معانا خالص في حاجة بس بتدوري على أن الحاجة اللي أنت بتستخدميها تكون صحية أكتر خلصنا كده الفوق اللصاق ده بندخله الفرن بقعد معايا تلت ساعة بشغل فوق وتحت وبطلع معايا الحوشي بشكل الأمر اللي أنت شايفة كده حاجة تبارك الرحمن غير إن انت بقى هتشمي ريحة في البيت ده بالحرفيا هتلاقي كده الولاد ريحين جايين خلص يا ماما ولا لسه إحنا جاينين يا ماما الريحة طلعة طحفة اللي هو بقى أنت بقى إيه بجد الريحة بتطلع خطيرة في الوقت ده ريحة تسوية الحوشي الريحة طلع مقرمش جدا اللون طحفة جدا ما بيكونش في حروقة ولا أي حاجة خالص أنت بتتحكمي في لون الحوشي وأنا بحب اللون المحمر الجميل ده بتطلع بقى كمية طبارك الرحمن من صدر فرخة لو أنت هتشتري الرغيف منهم بره هتلاقي بمبلغ وقدره أنا هنا عملت لسان عصفور لإن أنتوا عارفين الجو اليومين دول في يعني إيه شوية برد ماشيين فأنا عملت طبق لسان عصفور كده يسلك المسائل يعني إحنا هنسلك المسائل النهار ده بلسان عصفور طبق لسان عصفور سخن كده الأول يسلك المسائل بعد كده إيه ناكل الحووشي زي ما انتوا شايفين كده ودي الطريقة البسيطة اللي أنا عملت بيها الحووشي النهار ده معاك وقدمتها معاك وزي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن بقى عندك شوية مخللات شوية سلطات شوية طحينة كل الحاجات دي أنا زودتها طبعا بعد كده بس ده طبعا علشان بقول لكم الفينيش بيبقى سريع لأن في جمهور واقف مستني الحووشي وبعد كده شوية سلطات شوية طحينة فقدمت بعد كده وجبة طحفة لازا اقول لك كمان وصفة البابا غنوك بتفرق وبتكون ليأة جدا جدا وهي الحووشي يعني بتشوي بتنجناية كده وبتهرسيها في الخلاط مع شوية طحينة وزيت وشوية بهرات وملح وبتطلع معاك خطيرة حرفيا شوية بقى لامون على السريع كده يروأه ويرطبه بعد الحووشي ده لأنه كان مبهر طعمه طحفة حرفيا أتمنى الوصفة تعجبكم وتعملوها في البيت يا جماعة ما تشتروهاش منبرأ مخدتش مننا وقت ولا مجهود ولا تكلفة ولا أي حاجة يعني حتى لو طلبت الحوشي بالليل كده تقومي تعمليه بكل بساطة أتمنى اشتراك في القناة ولايك للفيديو وشوفكم الفيديو